هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية للقوات المسلحة وشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم فداء للشعب المصري كما وجه الرئيس السيسي التحية لأسرهم وعائلاتهم الذين تحملوا قسوة الفراق وقدموا ثمنا غاليا ليعيش الوطن كريما مطمئن اسمحوا لي أن أتوجه اليوم بالتحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي لم ولن تتخلف يوما عن التصدي لتحمل المسئولية مهما ثقلت وتهديت الأمانة مهما بلغت تحية تحية لها بجميع أجيالها من المحاربين القدامى إلى الأجيال الصاعدة وسلاما على شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لشعبها وتحية لأسرهم وعائلاتهم الذين تحملوا قسوة الفراق وقدموهم ثمنا غاليا ليعيش الوطن كريما مطمئنا اشتركوا في القناة